انا بلعب للناس الطيبين فيه ناس عايزة للمنتخبه كابتن حسام ما ينجحوش فيه معناه يعني مش فاك نص التصريحات بس ليه ليه يا كابتن حسام انبسط يا كابتن حسام ارجوك يا كابتن حسام انبسط هقولك حاجة عرفين مشهب بتاعيس الجادة والله العظيم مش عائل كان بيحلف والله العظيم دي مناطي والله العظيم يا كابتن حسام من حبك والله كل الشعب المصري حبك كابتن حسام هو من اللعيبة وهو لاعب ومدرب النادرين جدا اللي هتلاقي جمهور مصر كلها تحبه جمهور الاهل يحبه جمهور الزماني يحبه جمهور الاسمالي يحبه جمهور مصر يحبه جمهور الالتحاد يحبه كل الجمهور يحبه ليه يا كابتن حسام طول الوقت متصور انه فيه ناس عايزة توقع يا كابتن حسام والله مع حقيقش ولو فيه فدول ما يتعدوش على صابع اليد الواحدة مش هقولك يعني ان كل الناس ملائكة وكل الناس عايزة لك الخير بس ما يتعدوش على صابع اليد الواحدة بتتكلم عنهم ليه أصل سيتمش بيهم وبعدين الموضوع أبسط من البساطة انجح يا كابتن حسام اوصل بمنتخمنا لكاس العالم اوصل بمنتخمنا انه هنكسب كاس الأم الأفريقية غزبا عن اللي نفسيته سيئة هيتحدث عنك بكل خير وبعدين هدايبا نقولي كابتن حسام مدرسة كابتن محمود الجهري مدرسة كابتن حسام شايل الا اسمها العظيمة اللي مرت على منتخم مصر دي ناس دي لما كانت بتتكلم وقول كل اللي في نفسك رايك سيبناك السلامة وفي كده تلاقيك كابتن محمود الجاري كان عمل لقاء وكسيبناك السلامة وفي كده تلاقيك كابتن حاش حتى راح عمل لقاء لقاء ويفطفط فيه وقول كل اللي في نفسك بس يا كابتن حسام ارحم نفسك انت 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 حاجة نفسك تحضر انت بتصدى لنفسك ضغط مش موجود من مصلحة الجميع محللين واعلاميين ومدربين مصريين ان انت تنجح هتقول لي ازاي هقولك انا راجل اعلامي لما ان شاء الله توصلنا لكاس العالم انا هشتغل اكتر وهيبقى شغلي احسن وهتكلم عن منتخب مصري في كاس العالم وهنبقى في حالة رواج اعلامي عظيم المحلل نفس الامر بيحلل منتخب مصري في كاس العالم المدرب المصري لما حولك تنجح فسمعته بتكبر فيا اما هيشتغل مستقبلا في منتخب مصري يا اما هيجيلي شغل برا بقى في المنطقة لما سمعت المنترب المصري تكبر معك فالكل كذبان ان شاء الله بنجاحك لما تنجح يا كابتن حسام بس والله نصيحة من جوة جوة القلب والله العظيم بنحبك كابتن حسام والله بنحبك وان شاء الله ربنا يكرمك بس مش لازم نتكلم كل شوية عادي يعني خلي زورك نادر على فكرة كلما الشخص بيبقى زوره نادر في الكلام بيبقى كلامه اكثر اهمية والله وكلمه اكبر طول الوقت لهو اخينا يا كابتن حسام اتكلم فكل كلمة انت بتقولها بتبقى خطيرة ومهمة جدا بس نعم الكلام هو هو كل شوية انت بتقصر على نفسك واشنش عايزك بتقصر على نفسك مش انت الموديل الفني المنتخب مصري عايزينك تنجح عايزينك تبدع وبالمناسبة بقى في نقطة ايجابية عمالها كابتن حسام وحسن ممكن تعدي على معظم الناس كابتن حسام حسن في مباراتين مبارات بوركينا ومبارات غينيا بساو عمل تغييرات تيكتيكية في الملعب بالجملة شوية 3-4-3-3-5-2-4-4-2-4-4-1-1 على مكلمك على مدار الاربع عشواط في المباراتين راجل مستعمل منتخب من اسبوع تقريبا من 10-11 يوم مفيش مدرب في المنتخب في أي منتخب في العالم يقدر يعمل ده ويحفز اللعيبة أفكاره بالشكل ده في الوقت الدايق ده ده نجاح يحسب للكابتن حسام وحسن هتعدي على فكرة هتعدي مرور الكرام بس دي حاجة صعبة جد بالطبيعة ايه هيلعب بتشكيل واحد بخطة واحدة اللي يا دوبك حفزت كام لاعب الطريقة بتاعتي وحفزت كام لاعب الخطة بتاعتي هلعب بيهم لكن عمال ينزل في العيبة ويغير في طريقة والأداء ما تأثرش قوي آه زعلين شوية من جزء في الشوت التاني من مباراة بوركينا زعلين شوية من الشوت الأول في مباراة غينيا بيساو بس المحصلة احنا مجمعين 4 نقاط من 6 نقاط دون هزيمة في المباراة هنا فتسقيفة لكابتن حسام حسن وجهز المعاون ببساطة شباب هتقول لي لا بس دي منتخبات سعينك 7 والله كنا منخسر من ليباريا والله كنا منخسر من نبيبيا وزنبيا ومزنبيا ومنتخبات والله ما ينفع نخسر منها فما تستسهلوش الأمر كل التوفيق يا كابتن حسام والله عايزينك تنجح أنا ما بحلفش على الهوى عادة يعني وده مش صح بس يعني أرجوك صدق أرجوك صدق أرجوك صدق فاهم؟ يعني ما تخلناش كل شوية نقول إن احنا بنحترمك ومقتنعين بيك وانت أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية كلنا بنحب كابتن حسام لاعب ومدرب